قانوني الأول أقولكم إن إحنا موجودين هنا في معمل معالجة المياه ووتر تريتمنت وصديقي اللي قابلته أول ما دخلت المهندس محمود عبدالحي هو أول دفعة خرجت من هندسة البيئة أول دفعة دخلت وأول دفعة خرجت وبيشتغل دلوقتي في اليونسكو وبيشتغل بقى على نزاعات الأنهار الدولية ما بين الدول حدوتة كده إزاك يا مشوانس محمود؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ الأول عايزة فيها من الجهاز اللي أنا أقف قدامه الجهاز ده زي أي جهاز موجود في محطة رفع مية عادية جدا إحنا المية الطبيعية في أي دولة بوجودها الأساسي من حاجتين يما بنخدها من نهر يما بنخدها من مية جوفية عند رف مصر نحن بنشتغل بنهر النيل طبعا بناس أسحب المية نخدها على محطات تنقية مية طبعا ده وحدة حديثة جدا للتنقية المية بتستخدم بس في المعامل لأن نحن نعمل بحث وتطوير لإيه الوسائل والتكنولوجيا اللي موجودة في الوقت الحالي لكن هي دي من خمس مراحل زي ما حضرتك شايف مراحل عادي الجعفل العادي وبعدين يدخل على تنقية أولى تانية ثلاثية وبعد كده مراحل متقدمة لكن الطبيعي في أي محطة مية بيبقى المرحلة أولى ومرحلة تانية لكن إحنا ساعات في المعمل بنبقى عايزين نوصل ما فيش أي شوائب إطلاقا ولا حتى تدخلات يعني مية اللي احنا من الشببطة فيها أملاح طبيعية جدا جسمنا محتاجها لكن في المعمل محتاجين نوصل لحاجة ما نزوعة تماما من أي أملاحزة إيه دا أو أي شوائب ممكن أنها تدخل في البحث بتاعنا تضوز هيدروجين وأكسوجين بس بالضبط أو أوزون فهي دي المرحلة المختلفة إحنا بقى المواطنين البوسطاء عايزة أعرف إيه دا إيه دا إيه دا إيه دا ومرحلة المية بتخش الأول منين وتتحرك إزاي لحد ما توصل للمية اللي أنتوا عايزين تمام وهو سبحان الله برضو منذ البداية الخليقة اللي موجود أن المية عندنا لما كانت دايما يقول لنا أحسن مية نشربها مية جوفية لأنها كانت بتعدي بمراحل التربة التربة بتشتغل كأنها مصفاة طبيعية للطبيعة فطبيعة العلماء المية أول ما ابتدوا ابتد هتلاقي أول مرحلة الزلط بيبقى أكبر شوية وبعد كده يبتدي يصغر شوية يصغر شوية وبعد حد ما كش في الكربون أنه ينقي المية فحجم الزلط أو حجم الجرافل اللي احنا بنشتغل عليه هو اللي بيشيل مرحلة الأولى التانية التالتة لحد ما يوصل للأملاح الزائبة فالأكتيفات الكربون بيقدر أنه يوصل للمراحل الصغيرة خالص الضعيفة جداً أنه يقدر يطلع منها أقل شوائب عن طريق مصفا خلينا نتخيلها أنا مصفا أولى تانية تالتة ربعة كلها طبعاً مجهزة يعني دي دي طبيعية وده طبيعية لكن ده مجهزة كميائياً في المعامل وده مجهزة طبعاً كميائياً في المعامل علشان توصل لدرجة نقاء أقصى درجة نقاء ممكن أن نوصلها في المعمل وده المرحلة الأخيرة بتبقى أزون فكرتها في الأساس هي علشان تقتل البكتيريا والميكروبات اللي هي مش هتعدي من الجرافل أو من الحصوات فنحصل على مياه صالحة للاستخدام المعمالي المعمالي بالضبط والمعمال والاستخدامات البحثية بالضبط صحي كده بس طبعاً أي محطة عادية جداً يكفيها جداً واحد واثنين لأن احنا بنستخدم مية في العادي المية بتاعة النهر مية النهر دي مية نظيفة احنا نقدر نشابها مرحلة أولى ومرحلة تانية كافية جداً مراحل اللي بعد كده دي زيادة مش متطلبة تكلفة عالي جداً الكواليتي هنوصل لها مش مطلوبة زاد أنها تمنع لنا وصول أملاح أصلاً احنا محتاجينها الجسماني مرحل جداً بقيت الأجهزة اللي أنا شايفها يعني مثلاً في جهاز نحيا دي كنت حتى عادين بنحقق يعني استقزلنا كنوكوا تشغلوه ونشوق بس أنا برضو مش عارف ده إيه ده بيعمل إيه الجهاز ده ده جهاز راي أو بيسيميوليت أو بيعمل المطر اللي موجود بيورين شكل المطر عامل ازاي وازاي طريق تجميعه المختلفة عشان نقدر نحن نستفيد منه بعد كده بعد ما بدلاً ما يروح بقى بالعكس نقدر نحن نجمع مية الأمطر ونشوفها في جوه المعمل بتتجمع ازاي وننقيها ازاي فبالتالي فيها برضو حاجات بتنقي المية ليه الحاجات اللي جاية من المطر بشكل أضطر هو أنا لو قلت أن انت راجل بتاع تكنولوجيا مية ينفع؟ هو ده أصلاً التايتل بتاعه وده التايتل بتاعه اللي مكتوب بقى ده أنا طلعت شاطئ طيب فتكنولوجيا مية بقى لأنك قلتلي موضوع تحليت المياه الملحة بتاعت البحار وما إلا ذلك هل إحنا ماشيون في خطوات عالمياً وفي نفس الوقت تحتها عندنا هنا في مصر إن الشكل ده من أشخال تحليت المية يبقى تحلية اقتصادية يعني المية تقدر توصل للبيوت من غير ما تبقى تكلفتها مبالغ فيها أو أكبر مما ينبغي؟ خطة الدولة 2030 التي تحطت من فترة قريبة وصلت بالتحديد لتحليت المية إنها توصلنا الأسرع طريق لمية رخيصة نقدر نوصلها كلام هذا نحن نقدر نوصل له مثلاً من 10 أو 15 سنة لأسباب واضحة جداً إن تحليت المية أكبر مشكلة بتواجهها هي الطاقة مصر كانت عندها مشكلة الطاقة لحد سنة 2014 كبيرة جداً في الوقت الحالي عدينا مرحلة الطاقة التي نحتاجها ودخلنا لتصديب الطاقة بل بالعكس بعد سبع سنين نحن عندنا مصدر للطاقة جديد جداً سيضيف لشبكة الكهرباء بتاعتنا هو أقوى حاجة نحن ممكن نحتاجها هو ده فعلاً لأننا نحتاجها الهايدروجين زائد النووي الاثنين من أكتر المية النضيفة التي موجودة في الوقت الحالي هي طاقة نضيفة زائد الطاقة رخيصة تقدر أنها توصلنا للمية التي نحتاجنا لأن تحليت المية محتاجة كمية ضخمة جداً من الكهرباء لأنك تقدر توصل للتكنولوجيا هذا ما كنا نستطيع نعمله في الوقت الحالي ابتدينا أن نعمل بشكل كبير جداً بنينا أكبر محطة تحليت المية في العالم لا، ونتنافس مع نفسنا في الوقت الحالي أن نحن نجد محطة أكبر منها لتحليت المية صحيح كان موجود في الضبعة وموجود بحر البقر نشغلون بقوة جداً 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 كإعادة استخدام المية أو تحليت المية الموجودة على السحل الشمالي محطتين أكبر محطات موجودة في العالم في الوقت الحالي موديل بالناس التي تبصلنا لي إزاي إحنا بقنا نعمله وإزاي إحنا هنوصل من مرحلة لفاق كبير جداً في المية بالعكس اللي فائد المية يعني خلينا نضع طمو طمو حقيقي جداً إحنا نوصل في فاقد بالعكس أنا مش عايزين بس نوصل لمرحلة الاستخدام الحد الأدنى إن الإنسان يقدر محتاجه يكون موجود وده أكتر حاجتين إحنا نشغلين عليهم تحليت المية وإعادة استخدام المية عندي سؤال أنت لما روحت علشان تشتغل في اليونسكو يعني اشتغلت في اليونسكو إزاي؟ تعرف ده حلم أي حق في جيلي والجيلي الأكبر والأجيال اللي جاية وما إلا ذلك؟ صح والله أنا بعد ما خلصت هنا الهندسة بتاعتي روحت عملت الماجستير زي ما قلت في جامعة أوتر بلوك كندا ومنها جاء لي فرصة تدريبية فرصة التدريب في الأمم المتحدة تقريباً بياخدوا واحد من كل 500 واحد يتدرب معهم ونسبة تعييناتهم هناك تقريباً من كل 30 متدرب ممكن يجي فرصة لواحد بس مش هقول أنها كانت أسهل حاجة إحنا بس كل اللي عملنا أو كل اللي أنا حاولت أعمله أعمل علي اشتغلت بهم في الكفاءة وردتهم يعني اللي احنا كنا بنعمله في الجامعة يعني والله بجد أنا مش عايزة باين أن أنا بأفور في التلفزيون بس هي مجرد أننا هنا في الجامعة احنا تعودنا من أول يوم الضغط عليه قوي متطلبات كثيرة جداً المادة مش تهلة كواليتي التعليم صعبة قوي امتحاناتنا بديمتحن كل يوم تقريباً لما رحت هناك طبيعي هو ده نفس حجم هقول الوقت والمجهود اللي أنا بحطه حطيت نفس الوقت والمجهود مع شوية المعلومات اللي عندي مع شوية شغف ناحية التعلم لقيتهم مبسوطين جداً هم أولاً ما خلصت التدريب بالعكس أنا التدريب كان ست شهور من رابع شهر قال لي احنا عايزينك تبدأ معنا بعقده ده اللي أولاً أشكرك ثانياً وأنا يمكن بختم لقائي مع محمود ومحمود عملية كسر فعلي واقعي لصورة نمطية عن الشاطر بين قصين علشان للناس اللي بتحب الكلام الإنجليزي النارد إنك تبقى شاطر وإنك تبقى متخصص وإنك تبقى عالم وإنك تبقى مطلوب وإنك تبقى ناجح في حياتك ده مش معناها إنك لازم تبقى طالع من هدومك ولابس نظارة خينة وشعرك من عكش والصور النمطية إياها دي أهو زي الفل نجم سينما وقف قدامنا وبإذن الله قريباً جداً يعني يا رب نحتفل بيك كواحد من أهم علمائنا مش بس باحثينا ومهندسينا الكبار محمود عبد الحي أنا متشرف جداً أن أقبل شكل مهاردة شكراً لك ربنا يحليك ألف شكر خليكم معنا إحنا لسه مكملين جوه جامعة ومدينة زويل ده إحنا هنحكي حواديث أصبر معي